قبل ما أكلمكم على فرقتنا وأكلمكم على تمرينة النهاردة الصبح طبعا فريق خلاص دخل معسكر مغلق كان فيه تمرينة خفيفة النهاردة وبعدين دخل فريق في معسكر مغلق بس خليني قبل ما أتكلم في قائمة الفرقة أقول لجمهور النادي الأهلي نقطتين مهمين وأقول لعبتنا كمان والحقيقة مش بس لعبت النادي الأهلي لعبة مصر كلها النقطة الأولى أنه محدش ينكر أنه قائمة الأهلي السنة دي قايمة في منتهى القهوة مش على مستوى مصر لأ خليني أقول كمان على مستوى القرى الأفريقية ما فيش فريق في قرى الأفريقية عنده السكواد ده ما فيش فريق عنده واحد واثنين وثلاثة في نفس المركز في نفس المستوى يعني مش موجودة على أقل في قرى الأفريقية بالتالي طبيعي جدا جدا أنه ميستر موسماني يستبعد نجوم أو يقعد نجوم على الدكة لأنه ببساطة شديدة جدا قائمة الأهلي كلها نجوم عايزة أقول بقى حاجة مهمة جدا لو حطيت اسم طبيعي أنك تستبعد قدامه اسم تاني وكل القائمة الحقيقة تستهل أنها هتكون موجودة فطبيعي هيبقى في حالة حيرة شديدة جدا اللي بس عايزة أنبه عليه أن كل الأسماء دي بالتأكيد هيكون لها دور وكل الأسماء دي ميستر موسماني والنادي الأهلي هيحتاجهم في مرحلة من المراحل الأهم من ده أن الفرصة لما تتاح نمسك فيها بأيدينا وسننا وعشان نمسك فيها بأيدينا وسننا دي أنا مش بكلم عن نجوم لنادي الأهلي بس أبكلم على ثقافة الكرة في مصر ربنا سبحانه وتعالى بيدي في وقت من الأوقات نس نعمة كبيرة جدا اسمها الموهبة الفطرية يعني ممكن تبص كده على تاريخ الكرة في مصر وعلى تاريخ الكرة في النادي الأهلي وكل الأندية هتلاقي فيه لعيبة جت لعبة كرة كانت بتتمتع بموهبة مفيش اتنين يختلفوا عليها يعني محدش في مصر لما يتفرج أو يتابع الموهبة دي ممكن يقول الرجل ده مش لعيب أو رجل ده نص لعيب لا في حالة إجماع أنه الموهبة الفطرية موجودة لكن للأسف الشديد جدا زي ما ربنا بيدي حاجة بياخد قصادة حاجة تانية ممكن تلاقي مع الموهبة الفطرية دي حالة كسل حالة عدم تركيز حالة إحساس بالذات غير استقاب النفس إنه يبقى حاسس بموهبته زيادة عن اللزوم فبالتالي ما يبقاش عايز يبزل مجهود عشان يطور أو عشان يحافظ على مكانته أو إحساس النجومة ده في أوقات كتير جدا بيكسر وكم من أسماء كتير جدا بعيدة قوي وقريبة جدا كانت موجودة وكانت الجماهير النادي الأهل يوقف وراها وبتزقها وبتتفحها ونفسها تشوفها في مراحل التقلق وللأسف الشديد جدا ما استغلتش فرصة وعلى العكس الصحيح في ناس كتير جدا الموهبة الفطرية عندهم ما هيش أحسن حاجة في الدنيا ما تقدرش تقول إنه لعيب موهوب أو لعيب يملك كل مهارات قرية القدم عنده الأساسيات لعيب كويس آه لكن مع ده عنده حاجات كتير جدا بتكمل فيها روح فيها عزيمة فيها إصرار فيها تحدي فيها رغبة في إثبات الزيت فيها رغبة في أنك أنت ما تقفش عند حد معين من التطور طول الوقت بتخلق حوافز ودوافع أنك أنت تطور مستويك وأكم من أسماء كتير جدا جدت في مكانة صغيرة وبقت أسماء محفورة بحروف من دهب في تاريخ مصر وتاريخ النادي الأهل اللي عايز أقوله بس إنه اللي عليك إنك تعمل اللي عليك اللي عليك إنك أنت لما تجي لك الفرصة تعرف تستغلها كأفضل ما يكون قائمة النادي الأهل المباراة بكرة هيكون فيها الشناوي رامي ربيعة ياسر إبراهيم حسام حسن محمد شريف وليد سليمان أيمن أشرف بدر بنون حسين الشحات أليو دينج علي لطفي عمر السلية محمد مجدي أفشا علي معلول برسي تاو أكرم توفيق كريم فؤاد ولويس ميكسوني ومعاهم محمد هاني ومصطفى شوبير وعبد القادر وعمار حمدي طبعا شئنا مقابينا حمدي غايب بكرة وبالتالي حل من اتنين أنا يعني سامع الناس ما تتكلم في أفكار كتيرة جدا سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب أو في التشكيل لكن في النهاية 11 راجل في الملعب ده ما بدأنا وأي حد هيلعب بتيشرت نادي الأهلي بكرة هيبقى قد المسؤولية وكل الدعم لي زي ما قلتلكم النهاردة كان فيه محاضرة بسرعة الصبح قبل التمرينة وبعد الرنج وجهة